ثم أحباء الشيء سادس الجهاد لدخول الراحة شعب إسرائيل فشل أن يدخل الراحة باختصار في العبرانيين إصحاح أربعة آي 11 فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لأن لا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها كانت المشكلة العصيان والتمرد وعدم الإيمان لعدم الإيمان لم يدخل الراحة لأنه قال يسوع ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه إذن يا إخوتي أو يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي لاحظ الكلام تمموا خلاصكم بخوف ورعدة في جهاد استكمال هذا العمل